إلى الأوضاع في الضفة الغربية ينضم إلينا من طوباص مراسل العربي عميد شحاد عميد صباح الخير منذ قليل كان هناك خبر عن اغتيال قائد مجموعات كتاب القسام في الضفة الغربية في طوباص ماذا في التفاصيل المعلومات التي وصلتك حتى اللحظة عميد سونيا نحن الآن في المستشفى التركي في مدينة طوباص قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مدينة طوباص ومخيم الفارع جنوب هذه المدينة اغتالت في هذه المنطقة شاب بين أحدهما محمد الشحماوي في مخيم الفارع والشاب الآخر اغتالته داخل سيارة هنا في مدينة طوباص وهو محمد رسول عمر دراغم قائد مجموعات كتاب القسام في مدينة طوباص اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اشتباكات مسلحة وكان داخل سيارته واحتجزت سيارته وبعد ذلك تركتها عند أحد مفترقات الطرق وتمكنت طواقم الإسعاف من الوصول إلى جثمانه وإحضاره إلى هنا إلى مستشفى المستشفى التركي في مدينة طوباص مئات المواطنين من هذه المدينة يصلون إلى هنا إلى المستشفى لوداع هؤلاء الشهداء الذين سقطوا صباح هذا اليوم خلال مواجهات واشتباكات مسلحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي محمد رسول هو ابن عمر دراغم أول أسير يستشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة للتعذيب من الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر وهو يقود مجموعة من المقاتلين في هذه المدينة وكان مطاردا منذ فترة طويلة وكذلك محمد شحماوي الذي تم اغتياله في مخيم الفارعة هو أحد أبرز المطاردين لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي نجى أكثر من مرة من محاولات اعتقال أو اغتيال وتمكنت قوات الاحتلال من محاصرته فجر هذا اليوم ورفض تسليم نفسه وخاض اشتباكات مسلحة حتى أعلن عن استشهاده في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباص شهيدان وثلاث إصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الاقتحام لمدينة طوباص ومخيم الفارعة جنوب هذه المدينة ومن بين المصابين أيضا كان هناك مسعف متطوع إسعاف اعتقرته قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتدت عليه قبل أن تطلق صراحه كل المصابين والشهداء وصلوا إلى هذا المستشفى وبطبيعة الحال مئات المواطنين الذين استيقظوا على صدمة من اغتيال أبرز المقاتلين في هذه المدينة وهما من مخيم الفارعة ومن مدينة طوباص اشتباكات مسلحة استمرت طوال ساعات الليل وفجر وصباح هذا اليوم بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والمقاتلين في هذه المدينة وفي مخيم الفارعة جنوب هذه المدينة طوباص هي أحد مدن الضفة الغربية شمال شرق الضفة الغربية التي تشهد اقتحامات إسرائيلية مستمرة وفيها ينشط عدد من المقاتلين الفلسطينيين الذين يتصدون للاقتحامات الإسرائيلية بالأسلحة الخفيفة والأبوات الناسفة خلال هذا الاقتحام الذي نفذته قوات الاحتلال فجر هذا اليوم حاول المقاتلون التصدي لهذا الاقتحام بتفجير أبوات ناسفة بالآليات العسكرية الإسرائيلية سواء هنا في مدينة طوباص أو في مخيم الفارعة أو في محيط بلدة طمون بالقرب من مدينة طوباص اشتباكات عنيفة استمرت في هذه المدينة وهذا المخيم وقوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال شابين من أبرز المقاتلين في هذه المدينة وفي مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباص سونيا أيضا مناطق أخرى عميد في الضفة الغربية كانت فيها اقتحامات واشتباكات منذ ليلة أمس وحتى هذا الصباح نتحدث عن طول كرم قلقيليا وغيرها ماذا في التفاصيل نعم في طول كرم قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من المدينة بعد اقتحام واسع لعدة أحياء في مدينة طول كرم وداهمت خلاله عدد من المنازل اشتباكات مسلحة مع مقاتلين فلسطينيين في مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية دون التبليغ عن إصابات في هذه المدينة وانسحبت قوات الاحتلال دون التبليغ عن إصابات أو اعتقالات بعد تفتيش وعمليات تمشيط واسعة في مناطق زراعية تحديدا في القرى شرق مدينة طول كرم كذلك الحال اقتحمت قوات الاحتلال من اقتحاماتها اليومية التي تجري لمدينة خلقيليا وانسحبت من هذه المدينة بعد اقتحام وتفتيش لعدد من المنازل مناطق أخرى شهدت اقتحامات تبرزها قرية الفندقومية جنوب مدينة جنين هناك أصيبة فتى برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي أطلق النار على شبان فلسطينيين داخل هذه القرية واعتقل مواطنا قبل أن ينسحب من هذه المنطقة مع اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت كل هذه المناطق اقتحامات أخرى في قرى منطقة الخليل تحديدا قرية بيت أمر شمال الخليل وقرية إذنى غرب مدينة الخليل اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي التي فرضت حضرا للتجول في قرية بيت أمر شمال الخليل وهذه القرية التي تقتحمها كذلك قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل يومي منعت في هذه المنطقة التجول واندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين دون التبليغ عن إصابات في تلك المنطقة إلا أن الأمور عمليا كانت الأصعب والأشد كانت هنا في مدينة طوباص شمال شرق الضفة الغربية حيث سيجري بعد ساعتين تقريبا تشيع الشهداء الذين سقطوا خلال هذا الاقتحام في اشتباكات المسلحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي انسحب من هذه المدينة باتجاه معسكراته في منطقة الأغوار سنتبع معك التطورات هناك عميد شحادة مراسل تلفزيون العربي كنت معنا من داخل المستشفى التركي في طوباص شكرا لك اشتركوا في القناة